لا تزال تداعيات محاولة اغتيال رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في بغداد وصراع الأحزاب على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد تلقي بظلالها على الوضع السياسي المتأزم أصلا من جراء تخبط الميليشيات الموالية لإيران محاولة بشتى الطرق فرض إرادتها على المشهد لكن إرادات الميليشيات اصطدمت هذه المرة بالإرادة الإيرانية التي أوصل رسالتها قائد فيلق القدس إسماعيل قآني قادما إلى بغداد في محاولة منهم لتدارك الأزمة قآني في رسالته وبخ الميليشيات التي باتت ممارساتها تضر بمصالح طهران تؤكد وكالة رويترز مطالبا زعمائها بالسيطرة على الفصائل التي بإمرتهم والسيطرة على من يدعمهم وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب سياسي تدعمه إيران في بغداد وحضره قآني ومرافقون له اقبلوا بنتائج الانتخابات واتركوا الأفعال التافهة هي الكلمات التي وجهها قآني للميليشيات ملقيا اللوم على هادي العامري وقيس الخزعلي زعيمين ميليشيا بدر والعصائب بسبب إثارتهما المشاكل بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقا لرويترز ويتضح من رسالة طهران شديدة اللهجة غضب مسؤوليها الذين يرون في تصارع الميليشيات على المناصب في الوقت الراهن تهديدا لسلطة الأطراف المؤيدة لها في العراق التي تسللت إيران عبرها إلى جميع مفاصل الدولة والمجتمع ويبدو أن تحركات الميليشيات الموالية لإيران في العراق تتعارض مع مصالح إيران وتؤثر على موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة والقوى الغربية في فيينا الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار هذا فضلا عن صراع النفوذ بين ميليشيا الحجد والقوات الأمنية وبين أجنحة الحجد نفسها ما يفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات عديدة أبرزها صراع مسلح بين أقطاب السلطة في العراق ترجمة نانسي قنقر